نحن البشر ليس لدينا سلطان نهائي عل نال سيحيون بالله في نظن أكساده ولا ياء كن تح لحزنه نقطة نال سيحيون بالله في نظن أكساده ولا ياء كن تح لحزنه قال الكتاب ألا تعل أنك هيكل الله وأن روح الله يسكن فيك إذا دنس أحد هيكل الله فسوف يد ره الله لأن هيكل الله قدوس أي هيكل أنت واحد كونثوس ثلاث من ست عشر إلى سبع عشر درس نحن البشر ليس لدينا سلطان نهائي على أكسادنا لكن الله لديه السلطة و نث يجب على كل سيحي أن يفه أن جسده هو هيكل روح الله القدوس ويجب أن يرعاه بخوف يجب أن نكون حذرين ألف نفعله لجس ن يجب علينا إدارتها بعناية للحفاظ على قدسي الحياة و عذلك نال الإشارة إلى أن الشوائب الجنسية تفسد جس الإنسان وروحه يكبروننا على أن نكون عاديين لله يجب علينا أن نكف عن الخطايا الجنسي وتشويه الجسد وغيرها نالأنشط آل نوعة حتى جد الله في حياتنا نقطة دعاء عزيزي الله أنا آسف على سوء تعن لو جسدي أدرك الآن أن جسدي هو هيكلك ويجب أن لا أفسده لذلك سأحفظ جسدي جد الرجاء ساعدتي على البقاء واعيا أنك ستحب على كل نشاط غير لائق للجس ساعدني في الحفاظ على قدسية جسدية حتى لا أدين في حضورك يو ألقيا تاء مربوطة ساعدني على الحفاظ على علاقة خلص عنوى تسقى عك طوال أيّا حياتي حتى كن ندخول لكت باسا يا سعال سيح أتقد بطلباتي ألف مد ين تساعدني تساعدني